منتخبنا الوطن طبعا يمكن من النهاردة طبعا مع وصول المحترفين من النهاردة المنتخب الوطني يبتدي للسعدادات الأخيرة أو اللمسات الأخيرة تفضل لك خلاص يومين أو ثلاثة وبعد كده إن شاء الله تروح لمبارات بلجيكا اللي هتكون يوم الجمعة الجاية في الكويت نهاردة وصل لعيبة مصر المحترفة في الخارج كان وصل أو كان نضم للمعسكر الأول تريزيجي أول واحد من المحترفين وصل نضم للمعسكر الفريق في القاهرة بعد كده دخل طريق حامد وأحمد حجازي الثنائي المحترف في اتحاد جدة والنهاردة يصل باقي المحترفين المصريين كلام على محمد النيني على محمد صلاح على أحمد حسن كوكا ومعهم مصطفى محمد أنا قلت لكم مبارح أنه صعب جدا فرصة مرموش للحق بالمباراة صعب جدا بعد ما تعرض للإصابة في مباراة فريق والأخيرة فولفسبورج في الدوري الألماني اتحاد الكرة المصري من خلال طبعا صفحته رسمية قال أنه تأكد بشكل كبير جدا استبعاد عمر مرموش لعب فولفسبورج من قائمة المنتخب بعد الإصابة اللي تعرض لها وبالتالي هيبقى صعب جدا أنه يشارك مع منتخب مصري فيه المباراة الودي يعني أنا بتهيئ لي طبعا مرموش لعب مهم جدا لكنه حتى غيابه مش هيكون مؤثر وأعتقد أنه تريزي جي ممكن يقوم بالدور ده بشكل كويس جدا أحمد ساد زيزو لعب في الحتة دي فممكن يلعب زيزو شمال وصلاح يمين أو ممكن يستعين بتريزي جي فممكن يعني البداية الممكن تبقى متوفرة فيه وداية بلجيك هجوميا ما بقى لقش على منتخب مصري أنا بتهيلي معاناة روي فيتوريا في المطش ده هتبقى فيه الدفاع وخصوصا مع غياب سوليسي يعني مؤثر جدا الوينش منعم متولي تلاتة دول كافلين الحقيقة أن هم يطمنوك على خط دفاع المنتخب لكن يعني قدر الله ومشاء فعله كويس إنها جات في المباراة ده بس نتمنى نشوف عرض قوي من المنتخب قدام بلجيك اشتركوا في القناة